اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع أي إنسان لا داخل الملعب ولا خارج الملعب طريت باش نمشي الجهة اللي في الجهة اليمنى من إحدى القرب الإخوان الصحفيين الإخوان الصحفيين مشكورين لأن دلوا معايا يعني شيئا كبيرة وخدولي واحد من مكان مكان ديل صحفي وبركت فيه من بعد وبركت في هذه البلاسة قبل أن نصل نبرك في المكان في المندراجات وفي المكان ديل الصحفة قد حضر موعة ساعة المقابلة جاء واحد إنسان هو البنت ديله وقال يرى هذا المكان هو ديالي كان في اليمين ديالي بارك واحد مسير سابق ديال الويداد برادارمزي وقال لهذا راه فلان لاعب الويداد والمنتخب فلان سيت استحيا ومشى مشى وقف في الدراج هو وابنته ولكن أنا أخلاقي ما سمحت لي باش أنا مشي المكان ديالي ونخلي ذلك الإنسان وقف هو وابنته طريت باش نمشيت للمدراجات وقع موقعي هذي كفاش الإخوان الصحفيين مشكورين جاء واخذوا هذاك فيديو ودالوا لي المكان ديالي مع الصحفيين في المباراية السابقة كنا كنا ندخلو بلا أمفيتاسيون بلا أولو ولكن من اللي ولاد تورنيكي صعب عنا الشغل إحنا من قبل كانوا يعرفون على أن هذا اللاعب خصوصا بعد اللاعبين مثلا نعطي مثال بنفسي أنا كنت لعبت في الويداد ومدير ديال مدرسة الويداد يعني باقي عندي علاقة بالنادي يعني كنت الولوج ديال بالملعب كان يجيني أنا شخصيا أنا شخصيا كنت تكذر ليال البادج لأن أنا دائما كنت تشتغل في الويداد ولكن بعد اللاعبين وحدين واخرين معروفين كانوا يدخلو قبل ما تكون تورنيكي ولكن من بعد من اللي ولا تورنيكي أصعب عليهم هل قد يكون اللاعبين قولا معلش بمنضماشي انت بانتكين جمعين لا لا منضمين استسمح منضمين وعدنا جمعية اللي كيتراها سيد عبد الراحم صابير وكل ما شاروا ليه بعد الإخوان ديال المسيرين قالك الجمعية ما كتطلبش لا مش الجمعية ما كتطلبش الدعوات طلبنا الدعوات كيفاش الطريقة باش طلبنا احنا ما طلبناش الدعوات مجانية احنا طلبنا من قبل بطاقة الولوج للملعب ونؤديوا ثمن ديالها يعني الثمنة يعني الثمنة نؤديوا ثمن ديال البطاقة ديال الولوج ومن بقى وحد الوقت اللي كانوا أوراق كيتباعوا في مركب بنجلون وكتعرف هذه الزحام وسوق السوداء إلى آخره كان طلب ديال قدماء اللاعبين برئاسة عبد الرحيم صابير وسيل علاوي النجح كان طلب هو النخد احنا كقدماء اللاعبين جوش ديال الكارنيات ونؤديوا ثمن ديالهم وحنا نعطيهم للقدماء اللاعبين ما كانت ترد من بعد من بعد ما عمرنا توصلنا بشي يرد ايجابي هذا الواقع واتحد اي انسان يلقى العكس ديال هادشي اللي كان قول وبنسبة المقابلات ديال المنتخب الوطني أنا من هاد المنبرغا نوجيه واحد النداء السيفو زيقجاء رئيس الجامعة واللي كي يقوم بواحد العمل جبار وعمل كبير وكيف شفنا النتائج لدي الفريق الوطني الأول ولا ديال فئة العمرية ولا الفريق الوطني ديال النساء ولا المنشآت يعني واحد العمل كبير أنا كنوجيه لي نداء لأنه من قبل الرؤساء اللي كانوا من قبل كانوا عطينا اللاعبين الدوليين بطاقة الولوج للملاعب لجميع الملاعب من بعد ما بقتش هذه البطاقة لدرجة أن هذه البطاقة أنا واحد المرة فدخلت بها المقابلة ديال سان تيتين ومارسي يعني مشيت للكلوب ديال سان تيتين وقدمت نفسي يومين قبل من مقابلة وقدمت لي أنا لاعب دولي وعطيتهم هذه البطاقة وقالوا لي يترجع غدا وهما رسلوا الجامعة واشهد اللعاب دولي ولا ماشي دولي والغد من اللي جيت أعطوني واحد المكان مشرف ويعني كبرو بيا لأن أنا لاعب دولي مغربي ناشد السرق جاء باش يدير واحد حل القدماء اللاعبين الدوليين والجميع اللاعبين المغاربة ماشي بصفة عامة بصفة عامة الفريق الأول 13 عام 13 سنة وعشر سنين ما يقرب عشر سنوات في المنتخب وكنت دائما الحمد لله أنا وصلت لواحد المرحلة اللي كانوا للمنتخب ولا فريق الودادة الرياضي كي تقولي البراوات باش يمكن لي نشارك في واحد مقابلة ملكا نكون مصاب وهذا كل البراوات هما اللي وصلوني لهذا لهذا الحالة اللي أنا فيها في الركبة ديالي ولو كان مكانت شركبتي ولو كان مكانت شمريد والركبة ديالي فهذا الحالة وقسم بالله حتى ندخل المدراجات ديال الوينيس ونتفرج معها هذك الجمهور الرائع ولكن مع الأسواف من قدرس من القواقف إسالة للجميع الرؤساء الأندية الله يهديهم على القدماء اللاعبين الله يهديهم على القدماء اللاعبين لأن ما كان فهمش أنا بعد المسيرين بعد المسيرين كي يعني كي يبليهم اللعاب القديم كأدو ما عرفش كيفاش كي يشوفوا في اللعاب القديم متمنى من الله سبحانه وتعالى على أن هذه الرسالة ديالي توصل لجميع المسيرين ويعتنيوا بقدماء اللاعبين ويعطيهم يردونوا واحد شوية ديال الاعتبار موسيقى موسيقى موسيقى